طبعاً الأحداث كل يوم بتتطور في قطاع غزة وأكيد حضراتكم تابعين في اليومين اللي فاتوا بدأنا نشوف أخبار ونشوف تقارير في عدد من الصحف والمواقع الإسرائيلية والأمريكية بتتكلم عن مخطط إسرائيلي للقيام بعملية عسكرية برية بتبدأ من معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع في اتجاه معبر رفح على امتداد صلاح الدين واللي بيطلق عليه محور فلاد الفيا التقرير دي بتدعي أن دولة الاحتلال طلبت من الجيش المصري بأنه يسحب قواته وأن تلا أبيب بتخلي مسؤوليتها من أي هجمات تتعرض لها القوات المصرية على الحدود طبعاً هذا الكلام عاري تماماً عن الصحة ملوش أي أساس وفيه مصدر مسؤول نفع هذا الكلام ونفع أي تحرك في هذا الاتجاه خصوصاً وأن مصر دولة كبيرة دولة قوية قادرة على الحفاظ على أمنها القومي وكمان حماية حدودها ولن تسمح بأي انتهاكات على حدودها أعتقد أن احنا لا يختلف اتنين على أن مصر دولة قوية مصر دولة قادرة على حماية أراضيها أمر محسوم ما فيهوش أي نقاش لازم نأكد بس على حاجة مهمة فيه اتفاقية سلام مع إسرائيل سنة 79 أو 1979 فيه ترتيبات حصلت أمنية بعد كده في سبتمبر 2005 بعدها في 2019 تم الإعلان عن تفاهمات أمنية تانية مرتبطة بالملحق الأمني في المعادة بالتالي كل التفاهمات وكل الترتيبات دي هي اللي بتحدد طبيعة انتشار القوات على امتداد محور صلاح الدين أو محور فلادلفيا زي ما بيطلق عليه مش من حق دولة الاحتلال فرض أمر واقع بتغيير أي بنود في الترتيبات والملحقات الأمنية المتفقة عليها من غير ما يحصل تنسيق أمني مسبق مع مصر عشان كده مصر بتتواصل بشكل مباشر مع الجانبين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي للتحذير من خطورة أي عمليات عسكرية إسرائيلية في هذا المحور لأن ده بيعتبر مخالفة لأي ترتيبات أمنية موقعة بين الجانبين بين مصر وإسرائيل طيب عام احنا عارفين أن إسرائيل لم تتخلى عن مخطط التهجير وهدفها على المستوى الاستراتيجي أنها تسيطر على محور فلادلفيا أو على هذا المحور لفصل قطاع غزة عن مصر هي كمان بتحاول أنها تدفع الفلسطينيين البلغ عددهم في منطقة جنوب رفح أو في منطقة رفح جنوب القطاع أكتر من مليون ومئتين ألف فلسطيني عشان ينزحوا لسينة أو أنها بتحاول تعزلهم عن العالم ده طبعا أمر مرفوض تماما بالنسبة لمصر وهو يعد خط أحمر محدش أبدا يقدر يقرب بأي صورة من الصور لهذا الخط ولا يقدر يقرب بأي صورة من الصور لسينة احنا هنكون موجودين معاكم النهاردة على مدار الحلقة ونصبح على حضراتكم مرة تانية صباحكم زي الفل وصباح الخير يا مصر